مرحبا بكم في قناة مستر احمد البرماوي اللغة انجليزية وقناة اللغة انجليزية مرحبا ابتدائية والاعدادية والسنوية بس لا تنساش تشترك في القناة تفعل الجرس وتعمل سبسكرايب وتسيب تعليقك شكرا مرحبا بكم في مواردعات اللغة انجليزية اونلاين على قناة مستر احمد البرماوي برعاية معادي وزكي الاول وزارة الاستاذ رمضان عبد الحميد ووكيل وزارة الاستاذ عمر الشحاتة ومستشارة اللغة انجليزية المستشارة ايمان يوسف ومودي عام للغة انجليزية وستاصر 30 ومدير عام بدار الديار بنجمى الساصر برطاها وطبعا اعداده لديم مستر احمد هاشم البرماوي مودي عام للغة انجليزية والوزارة نرجو لكم التوفيق من مجاح إن شاء الله مرحبا من الورم اليوم سوف أقوم بإمكاني ريفيزيون عن يونت 5 سنبدأ بإمكاني الوكاب عارفين أدفرتيزمنت أدفرتيزمنت ونختصره أحيانا بأدفرت اللي معناها إعلان بهيفيور بهيفيور وهو صلوك أو تصرف كونسلت كونسلت عارفين ما معناها يستشير كونسلت فولور معناها أي متابع كوكيز ملفات تعريفية داونلود يعني يحمل من على الإنترنت داونلود فروم أو داونلود إلى كمبيوتر بروفايل معناها ملف شخصي بالذات على الفيس وعلى النت ريلايابل معناها موسوخ فيه أو يعتمد عليه أبلود أبلود معناها يرفع على الفيسبوك أو على الإنستجرام أي شيء عن نت يعني شيء من يرفع من الكمبيوتر أو من الموبايل عن نت سابسكرايب سابسكرايب معناها يشترك في قناة سينسبول معناها عويس يعني شخص حكيم أو متعقل أبديت أبديت يعني أزغر يعني ميكو مودرن أبجريد يعني يضيف مزايا أو يحسن برنامج يعني يطور برنامج سامبل رمز أو يرمز إلى ريلاي أون معناها يعتمد على ستعرف عرفين Depend On Register Register يسجل أو سجل Obvious أو Obvious معناه واضح بتسوي clear Addict عارفين Addict معناه يدمن أو مدمن Password و Password اللي هي كلمة السر Resource Resource اللي معناه مورد Check Check معناه يفحص الولادة Highlight يعني من Highlighter اللي هو العلم أصفر اللي بنعمل بي بنظل بي الأهم النقاط Publish هارفين Publish معناه ينشر كتاب أو يطبع كتاب Take Down Take Down معناه يزيل منشور أو يرفع منشور من النت يزيل و يشيل يعني Confused قولنا confused معناه مرتبك أو محتار للعقل Efficient و Efficient معناه أي كفء و هارفين الانتنام Inefficient Click On هارفين هارفين Click As A Verb و عند اذا نعمل نقرأ و نقرأ Now With Language Notes الآن مع الوظائف اللي إلا هو هارفين the difference between Download Upload and Overload هارفين Download و بتاخد From Download From يعني يحمل من الإنترنت أي شيء أو download on to computer يحمل على إجازة الكمبيوتر أو download on mobile أما عكسها upload معناه يرفع على النت من الموبايل أو من الكمبيوتر في كلمة load بقى load معناها حمولة أو يحمل و عكسها unload يعني ينزل حمولة كلمة overload بقى معناه يحمل حمولة زيادة كده نشوف مثال كده I downloaded the song from this side أنا حملت عنية عمر دياب من هذا الموقع This video is too hard to upload الفيديو دائية صعبة لنا ارفعه على الإنترنت عارفين برضو the difference between effective impressive and affecting عارفين effective معناها له تأسير يعني هذا effect on له تأسير ايه على أو مفعول على أما impressive معناها يترك انطباع يعني مبهر أو خلاب أو ساحر affecting معناها يترك انطباع حزين على شخص نشوف مثال كده بقول the new vaccine اللي هو المصلي جديد أو اللقاح الجديد is highly effective معناها معناها تأسير عالي against the virus ضد الفيروس the excellent was very affecting الحادثة كانت مؤثرة جدا so everyone whipped on it الكل اللي بكى عليه عليها now is synonym and antonym لأنه وصلنا synonym المراضف و antonym العكس عارفين أما ندع الأول بكلمة reliable عارفين reliable معناه أخذنا rely 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 on يعتمل على reliable on معناه موسوخ فيه أو تعمل على trust worthy جديد بالسخة unreliable و unreliable معناه غير موسوخ فيه up to date up to date عارفين up to date يتساوي modern يعني حديث antonym out of date يعني مدهة الصلاحية و قديم upgrade و أن upgrade معناه يرقي أو يحسن تدي the synonym of enhance or improve يحسن أو enhance يعزز عكسها degrade يقلل من شيء عارفين suitable مناسب و عكس proper مناسب لأبزط unsuitable وعنى غير مناسب choose the correct answer from A, B, C or D number one I answered the in the paper for the job of a teacher of English الوظيفة المدرس الإنجليزي by answered to طبعا عارفين إعلان failureite نعم commercial عارفين معناه إعلان توجياري وعنى ونسمنت إعلان رسمي وحكومة number two the boys were suspended from school for three days الولاد استبعدوا مدرسة ثلاثة يام four بسبب ايه bad طبعا واضحة bad behavior ثلاثة ثلاثة number three this application needs to be هذا التطبيق محتاج to be or it will stop وإلا هيتوقف طبعا needs to be upgraded محتاج تحسين أو تطوير أو ترقية number four is the synonym of trustworthy عارفين مراضة في كلمة trustworthy reliable وعرفين reliable يعني هي موصوغ فيه number five I can't believe that you sold your car انا في مستدى انك بعت عربيتك without me طبعا وزاوت consulting بدون ما تستشيرني عارفين consult معنا يستشير number six please to my channel on youtube if you want to follow new videos طبعا please subscribe to my channel اشترك في قناتي على اليوتيوب عشان تتابع الفيديوهات الجديدة number seven this عارفين ضفي عن حمامة الحمامة is a sample of peace رمز ليلي للسلام number eight the way to reduce pollution is to use care less طبعا the obvious way obvious معناه واضح بسبب الواضح لتقليل التلوث هو the company requires الشركة تطلب highly employees and employees معناه موظفين highly efficient employees يعني موظفين number ten it's to choose فاطمة as our representative in the conference طبعا it's a it's sensible يعني شيء عائل منك ان انت تختار فاطمة من دوب لنا في المؤتمر number eleven this hotel has been recently built هذا الفندق تبنى مؤخرا and upgraded عيد بناءه and upgraded وتحسينه أو تطويره number twelve most teenagers معظم teenagers المراهقين are to computer games and social websites طبعا are addicted عارفين addicted يعني مدمنين number thirteen this report هذا التقرير some of the problems faced by all the people in this care center طبعا منها highlighted التقرير بركز عنها المشاكل اللي واجهها المسلمين في دور الرعاية number fifteen let's that all the doors are locked دعا نتأكد كل ما المقفولة before we leave let's say check number sixteen to look on this site عشا تخش على الموقع you have to twice on the mouse طبعا you have to click twice تضغط مرتين on the mouse number seventeen can you tell me how many students ممكن تقول لي كمعاد الطلاب have for this course طبعا have registered سدّلوا ب هذه الدورة number eighteen people always write on matches on the comments طبعا بكتبه ايه كومنتس معنى ايه تعليقات كومنتس معنى تعليقات كومنت يعلم number 19 this celebrity هزي الشخص المشهوره has over 50 thousand on twitter طبعا 50 thousand followers اكثر من 500 او 50 الف متابع number 20 he looked and unsure of himself ويبدو اي غرواسق نفسه يبا لقد كون فيوزد شكل محتار كدا وغرواسق نفسه during the interview so he was not chosen for the job لم يختار من اجل الوظيفة now we have come to grammar وصلنا للgrammar grammar النهاردة uses of seem suppose and mean هنبدأ الاول بي هنبدأ بسيم عارفين سيم زي ما احنا شايفين كده بتاخد ايه سيم ممكن تاخد وراها ذات زي ما انت شايف كلا ذات او as if ويملة كاملة ممكن سيم تاخد two وراها صفة او وراها طبعا عطوا بيوصفها او to be with each year and a bilIF idée ايه ان الفعل لا يزال Grid still على ان الفعل مستمل لكن هل بدأ ايه في خاطر ان الففعل مستمر ولو احنا شاحل عارفين ايه لتعبير عن الاحتمال وهو من افعل الحواس وراها شاول ام c Gr Ruth لا يوضع فعز منعي مستمرة شوفوا المثال بقول فاطمة seems to be busy لاحظ سم هنا وراها ايه وراها to be ورا ب بجي بدأتشكل في الصفة يعني تبدو نهايه مجغولة ممكن اقول لها she seems happy to day طبعا هنا seems وراها صفة على طول يمكن to be وصفة وممكن على طول صفة لكن لما قلت she seems that او it seems that لازم وراها complete sentence لملة كاملة او لو قلت it seems as if كما لو او as though كما لو وهيا ادي as if او as though وراها لملة كاملة he put that used to correct انا شوف مع seems that او مع as if او as though بجي بدو لملة كاملة he seems to be 60 جناو عشان ناو الان هو بذكر الوقت لسه مخلص من ذاكرة قلت he seems to be وراها جير انت فعل من ضفل اي اينجي he seems to have finished work شكله خلى الشغل انا قلت لما لاقي هاو تصريف ثالث يبقى الفعل تم يبقى شكله خلى الشغل as he is free now لانه فاضي الان ناوز مين نعرفين مين مين مينت مينت يعني او يخصد لها معاني كتير طبعا بنستخدم مين دي ليه للتعبير عن شيء متوقع او مقصود والتعبير عن الغرض شوف اكسامبل كده بقول this book is meant to be the best seller هنا مين دي عنها is expected من المطاقع او is supposed المفروض يبقى اذا بيستثاره الاكثر ما بيعمل على هذا الامر the great war of china سور السنة العظيم was meant to to لاحظة هنا مبنى المجالة was meant to to protected china يعني كان مقصود عشان ايه عشان يحمي china from invaders من الوزارة هنا بالاقصة يبقى لكم معناها البيربوس الغرض من بناء السور بقول this building was meant to be for orphans هنا عرها اسمها هي مينتي يعني مقصودة او معمولة من قلل orphans الايتام برده انا في بيربوس الغرض بقول شي مينتي توبطني in a critical situation معناها هنا ايه مينتي معناها شي intended كانت اصدع او نوية تحطني في critical situation موقف حالد او محالد من عقصة intention من شمل ناوي الصبوز عارفين صبوز معناها افترض او اعتقد بتساوي believe لكن عادة بحطها في البس في فويس طوبة قبلها بي صبوز دتو يعني فير بيتو بي وراء صبوز دتو الفعلي في المصدر معناها من المفترض او من الدرور تم استخدمها في ايه للتعبير عن الالتزام والاضطرار والمفروض والترتيبات واللوم لما اقول i صبوز تصبوز تصبوز وراءة تلوم هنا او ايه تصبوز تصبوز او ايه تصبوز من المفروض تصبوز 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 كان مفروض تيجي كان مفروض تطلع بالامتحان but she came تصبوز معناها هنا معناها رغبت الندم او بليمينج اللو بقول كان مفروض يكون يمسافر في هذه اللحظة but she has lost her passport لكنها فقدت her passport لأيه السفر بقول will you were not supposed to انا بقلوه ما كانش مفروض to insult to him your friend it was wrong of you كان خطأ منك بانان i blame you for doing that ناقو choose the correct answer اختر اجابة الصحيحة number one it seems my friend will resign as the salary is very low يبدو ان الصديقها يستقيل عشان مرتبه ايه طعيف طبعا ممكن اقول it seems that وممكن اقول it seems nowhere بدون كل ما يبقى ناخد letter d b and c number two it seems as the thief has escaped but i don't know طبعا it seems as and as if كما لو ننفعش as like ولا as though تنفع as though طبعا the thief has escaped يبقى ناخد letter a and the letter c بas if or as though it seems too as as though she needs our help طبعا it seems to me يبدو ليا طبعا لازم اراء مفعول it seems to me to him to here to our as though كما لو she needs our help محتاجة مساعدة have seems in a hurry طبعا seems يبدو صفه هنا in a hurry يبقى to be in a hurry يبدو انه مستعدل number five don't make noise ما تعملش الوضاء your father والدك seems now طبعا seems to be sleeping now فعلي مستمر ومستمر في النوم دلوقتي the verb mean gives the synonym of فعلي indicate وضح أو يبين represent وضح ويبين signify يعني يبين أو يرمز إلى يبقى a b c or d number seven my sister seemed work as she is free now أختي seems تبدو اني خلصت شغلي بخلصت بالفعل بقول to have finished number eight you seemed in bed i don't know you are still awake طبعا you seem to be sleeping يبدو انت to be sleeping مستغرب في النوم i don't know you are still awake number nine you are to help your father at work طبعا you are هنايا to you are supposed to c طبعا من المفروض ان انت تساعد number ten your homework is supposed لو هي بتاعك من المفروض طبعا to be done massive voice ما المجهول يعني المفروض لو هي بتعامل اللي لادي number eleven you are to come early or the manager will fire you طبعا you are meant to أو you are supposed to من المفروض انت تدي بدري وإلا المدير سوف يفصلك مشو number twelve sorry تأسف i didn't to interrupt you عايز اقول لنا sorry i didn't mean معنا i didn't intend ما كانش اصديت وانتربتي واننا اخطعت number thirteen فاطمة seemed angry with me as i didn't phone here طبعا ممكن اقول فاطمة seemed angry عطولي بصح وممكن اقول seems that تبدو ما ينفعش طبعا as if وعشان لازم اراجل البيانة يقول seems that number fourteen this boy seems naughty ممكن اقول seems naughty عطولي ببقى no word وممكن اقول seems to be naughty يبقى بالتالي letter d b and c number fifteen you to visit me when i was ill طبعا you to visit me هنا في تو المصدر هي يبقى will you wear بل ماك في الماضي يبقى will you wear suppose to visit me كان ما فوق تزورني في الماضي number sixteen i meant to visit you انا كنت انا وزورك but i had justice بس انا كان عندي ضيوف meant here gives the same meaning as meant هنا بتدي نفس معنى نفس معنى intended كنت ناوي ونفس معنى planned يبقى طبعا letter d a and b number seventeen in our family في اسرتنا every one is two ادي is وفي two take part in a cleaning house يبقى is supposed to or is mean to two يبقى غد letter a and b كده نكون عملنا revision على unit five secondary secondary بالتوفيق للجميع اريدو نستفيد من القناة بس يريد اشترك في القناة ونفعل الجرس ونشارك الفيديو على صباحات الفيس عشان تصل الجميع معاطي ارطانيات مستر احمد بما موجهة واللغة الانجليزية واللغة الانجليزية المت aperمي المتفكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة